من قبل أن يقضى ولا تحجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقرب زدني علما قرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقرب زدني علما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في درس من دروس علم العقيدة يحضرنا في هذا العلم الأستاذ الدكتور عامر باسل أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياك الله جزا الله عنا خيرا من يشاهدنا في هذه الحلقات يصبر علينا اللهم أمين الأمور الصعبة التي نحاب بقدر الله عز وجل وفضله ولطفه أن نزللها للناس حتى أعرفهم من أين الطريق جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم فضيلة الشيخ خطأ المتكلمين في إجابي النظر على المكلف ودعواهم أن المعرفة لا تثبت إلا بهذا الطريق لا زال حديثنا موصولا عن هذا المفهوم والخطأ الكبير الذي وقع فيه المتكلمون توقفنا عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وبدأنا في ذكر كلام علماء السلف في ذنب هذه الطريقة وملخص ما قال شيخ الإسلام قوله كيف يطلب الدليل على أو ممن هو دليل كل شيء أن يقصد بذلك الله عز وجل توقفنا عند هذا وسنكمل في هذا الحديث أو في هذه الأدلة على بطلان هذه المقولة للمتكلمين فلتتفضل مشكورا معجورا بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم ورسول الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمد عبده ورسوله ظهوم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هديه واستنى سنته وصار على طريقة وملة إلى يوم الدين أما بعد فمشاهدين الكرام من طلاب العلم بهذه المدرسة العقدية نحن قد تقلمنا في لقائنا السابق حول مسألة أن طريقة المعرفة هو النظر وقلنا أن هذه ليست هي الطريقة وأتينا ببعض المقالات شهر السلام من تايمي ابن قيم ومن خير من علماء السلف بدون الله عليه وهذه المقولة شيخنا أخطأ فيها المتكلمون كثير كثير وثابعوا في ذلك المعتزل وقلنا إن ليست هذه الطريقة الوحيدة عن المتكلمين وأن من المتكلمين اعترض عليها كما سبق أن قلنا ونكمل ذلك إن شغل إسلام نتعلم حين قال بهذه المقالات ليس هو الوحيد بل سبقه ممن أنكر هذه الطريقة في معرفة الإله جل وعلا وهي أحد أو مبدأ الألوهية لأنك إذا لم تتعرف عليه لا تستطيع أن تعبده عبادة صحيحة كما قلنا في اللقاءات السابقة فهذه المقالة أيضا تسئل عنها القاضي ابن سريج فتسئل عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال وأما توحيد أهل الباطلي فهو الخوض في الجواهر والأعراض اللي هي إثبات الصانع عن طريق الجوهر والعراض التي يتكلم فيها المتكلمون وإنما بعث النبي صلى بإنكار ذلك إنما أمرهم بالنظر في دلائل الخلق وأثار الخلق فانظر إلى أثار رحمة الله وعقب على هذا بقوله ولم يلد بذلك أن أنكر هذين اللفظين ولم يلد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين فإنهما لم يكون قد أحدث في زمنه وإنما أراد إنكر ما يُعنى به من المعاني الباطلة فإنه أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة أول واجب على المكلف المعرف فإنما نؤمن بهذه كأننا نؤمن بطريقة أهل الباطل في الاستبلاد تعال معي إلى مقالة جد خطيرة ما هي؟ مقالة أبي الحسن الأشعر رحمة الله هذا قال وهذا يعتبر عمدة في الكلام وفي علم الكلام ومع ذلك يقول وإذا ثبت بالآيات صدقه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أخباره أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه توحيد شرائع أخلاق من الأمور الغائبة عن حواسنا الله جنة النار ملائكة جن وغير ذلك وصفات فعله سبحانه وصار خبره عليه السلام عن ذلك سبيلا إلى إدراكه وطريقا إلى العلم بحقيقته وكان ما يستدل به من أخباره عليه السلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض الله أكبر كلام جميل كلام أبو الحسن الأشعر كلام نفيس ما شاء الله هو إمام أهل الطائفة ولا ينسب المتكلمون من الأشعر الذين أغرقوا الناس في خضية النظر فشيخهم لا يعتبروا ذلك ولا يعترفوا به دليلا ويقول أن الدليل ما جاء به الخبر وأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عن أمور الغيب هي الطريق الوحيد إلى المعرفة وإثبات التوحيد دي الخلاصة نعم وأحضق من دلالة الأعراض التي اعتمد عليها الفلاسفة مقالة أبو الحسن يقول هي أوضح دلالة أي خبر النبي صلى الله عليه وسلم من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية قدريهم الذين لا يؤمنون بالقدر نعم وأهل البدع دي مقالة أبو الحسن ولفظه كلام قوي وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليه السلام وبين صعوبة هذا الدليل شدة خفائه وكثرة مقدماته وأشار إلى أن السلف ومن تبعهم من الخلف قد عدلوا عن هذه الطرق المعقدة الغامضة وأعرضوا عن طرق الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وأهل البدع باستغنائهم بالأدلة الواضحة التي أتت من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انتهى وممن قرر لها المجال طويل حتى يعلم الناس أقصد كلام كلام إمام الحسن ته طيب هذا الكلام قيل في نهاية حياته أليس كذلك؟ لا 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 نعلم على وجه الحدود أي متى قال هذا نعم لأن قضية الاستدلال وطريقة معرفة التوحيد هذه من بداية حياتي حياتي كان يتكلم فيها أنا أقصد واعتماد طريقة السلف هذه مقالة هذه مقالة هذه مقالة رجل ثبت عنه في نهاية حياته لا 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 ندري في الحياة لكن هي مقالته السابتة التي لم تتغير في كدليل التوحيد نعم هي طريقة من أول عائلة إلى آخره نعم نعم أيضا الإمام الخطابي أبو سليمان هو من رجالات السلف قال فإن قال هؤلاء القوم فإنكم قد شارح البخاري الخطابي شارح البخاري فإن هؤلاء دعنا نركز في كلامنا الآن طيب من اللي كان فإن قال هؤلاء القوم فإنكم قد أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول اللي هم المتكلمين نعم لو اعترضوا عليه يعني لو اعترضت علينا بأنكم قد أنكرنا الكلام وأنكرنا استعمال العقول فما الذي تعتمدون عليه في صحة أصول دينكم ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقه وأن الرسول لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول وأنتم قد نفيتم استدلال المتكلمين هو يعرض الإمام الخطابي مقالتهم نعم على هؤلاء الذين ينكرون أن أو راجب على المكلفين المعرفة وهي بالعقل قلنا لهم رد الإمام الخطابي عليه إننا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف ولكننا لا نذى في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض والأجسام على وجود الله والجواهر وكلام اللي جابوا الله لم يقل هذا وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع إن العالم حادثي الصانع مش حادث ونرغب إلى ما هو أوضح بياناً في الدليل بالعقل إلى أن قال فأما مثبت النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك طالما آمن بالنبي نشبحتك أي شيء لأنه سيقبل خبر النبي كله وخبر النبي صدق لا يحتاج معه إلى عقل يذبت به الصانع لأن النبي سيقول له هناك إله ومن صفاته كذا وكذا فيوفر عليه الطريق صح ويمنع عنه الضلالة والانحراف وهذا كلام في غاية الأهمية وكفاهم كلفة المؤنة في ركوب هذه الطريق النبي دعاناً إلى ما هو صريح ولطيف وخفيف على النفس ومدرك للعقل فحينما يأتنا بهذا فيكفينا مؤنة التكلف في النظر في الحوادث والجواهر والأعراض ودليل الحدوث وغير ذلك من ذلك وقال فهذه طريقة منعرجة لا يؤمن لا يؤمن على راكبها العنت من يسلك هذه الطريقة بالعقل وإذبات الصانع بالعقل سيصل في النهاية إلى العنة والمشقة والابتداع والانقطاع عن الطريق الحق وقال بعدما ذكر جملة من الأدلة على إذبات الصانع هذا كلام الخطاضي من خلال كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وقد أبى متكلم زماننا وبالكلم عن زمن هو إلا الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها وزعموا أن لا دلالة أقوى من ذلك ولا أصح منه ونحن وإن كنا لا ننكر الاستدلال بهذا النوع من الدلالة فإن الذي نختاره ونؤثره وما قدمنا ذكره لأن أدلة اعتبار دلة الكتاب والسنة وخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف من علماء أمتنا هي الطريقة التي لا تستغني عن الوحي المعصوم معنا كلامه الله أكبر ومن سلك طريقة المتكلمين في الاستدلال على الله بالأعراض فهذا قد وافق الفلاسفة وأخذ عنه انتهى انتهى كلامه نعم رحمه الله وقد تقدم مقالة الإمام الغزائي خذ أيضا رجل من المتكلمين وهو الإمام الأهمدي نعم وهو من تبار الأشاعر من تبار المتكلمين فقد قلل من شأن هذا الدليل وهو أول دليل الحدوث والأعراض الجواهر قال وهو عند التحقيق يعني هذا الدليل استدلال على الجواهر والأحداث أنها هي الدليل على وجود الله قال وهي عند التحقيق أدلة صراب غير حقيقة لا تدل على حقيقة ولا توصل إلى حقيقة وده واحد منهم واحد منهم الإمام الأميد من كبار المتكلمين وكذا يرى الإمام ابن رجد الحفيد وليس ابن رجد الجد عدم صحة هذا الدليل أو جدواه فقال وطريقتهم يعني المتكلمين التي سلكوها في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ وهو الذي يسمونه الجواهر الفرد طريقة معطابة صعبة تذهب عن كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل فضلا عن الجمهور يعني تربي الناس على الجدل والممحكات الجدلية وهذا يقول وهذا يعترض ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية يعني لا يمكن أن تكون برهانا ولا مفضية إلى يقين إلى وجود الباب ما توصلش لليقين ما توصلش لليقين هو الكتاب والسنة لأنه مخبر عن عين ويقول ابن عقيل الحنبلي والمتكلم اللي هو ابن رشد الحفيد عاش التجربة وعاش على الأدلة دي وصل في النهاية ولو كلام والرد على الفلاسفة وغيرهم هم اللي بيوصلون لمعرفة الله عز وجل نعم نعم أيضا ابن عقيل الحنبلي قال أنا أقطع أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا لا الجوهر ولا العرب فإن رضيت أن تكون مثلهم فقل وإن رأيت طريقة المتكلمين أولى في التوحيد وإثبات الصانعي من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت كلام جميل قليل ومنبئ على أن طريقة المتكلمين في العقائد والإيمان طريقة غير صحيحة هم ولا تفضي إلى يقين على الإطلاق وهذا مستند الإدماع مقالة أمثال هؤلاء الذين عبروا عن المسألة نعم لكن أهل العلم الذين تتبعوا الكتابة والسنة وما تواطر منها من أحاديث وأقوال السلف والصحابة ومن تبعهم لم يقفوا على حرف واحد يدلوا على تلقى الطريقة المذمومة فانعقد الحكم ببدعيتها إجماعا واتفقت على ذنب أهلها وأقوالهم نعم وإنما جاءت تنبيه على دلالة الخلق الإبداعي في القرآن في عدة مور القرآن أمر بالنظر ولكن ليس على طريقتهم هو نظر نظر مختلف نظر مختلف نعم في دلائل الخلق ماذا يقصد بالنظر في القرآن النظر في القرآن نعم وأدلته المثبتة لقضية التوحيد قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون استدعاء للنظر ليعلم أن إلهه واحد وأن له إلها ينبغي أن يعبده وليس بدريقة الأعراض والحوالث التي تكلم عنها المتكلمون قال أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أدلة تجعل العقل يضع نفسه على الطريق الحق لمعرفة الله عز وجل وأنه الخالق الوحيد مستحق للعبادة والمستحق للهية وقال لسيدنا ذا زكريا كما جاء في سورة مريم وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا عندما قال كيف أألد وأنا عجوز وهذا يعني شيخ عاقر وهو شيخ كبير نعم كما جاء فيه في تتعاد سورة مريم قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا المتأمل إذن عندما ينظر في كتاب الله في آيات الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للنظر ودعوة للتفكر وهي مأمول بها وفي أنفسكم أفلا تبصرون لكن ليس النظر الذي سلكه المتكلمون على طريقة إثبات الحادث وإثبات العرض للوجود فالنظر يثبت التوحيد في الكتاب يتكلم عن التوحيد يتكلم عن حقية الله بالتوحيد وأحقية الله بالعبادة لأنه الخالق الرازق وهذا هو مصار الكتاب ولا يأتي سابقا للتوحيد كما زعم المتكلمين يأتي سابقا للتوحيد التوحيد أولا نعم يدخل بالشهادتين أولا ثم يدعم ذلك بالنظر فيزداد في إيمانه ويزداد في يقينه بالله سبحانه وتعالى وقد قال الله سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد هو الدليل وليس مستدلا عليه أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد انظر إلى هذا المعنى مع أنه يوجهك على النظر ويأمرك أن تنظر في نفسك وفي الآفاق حتى تستدل على أنه صاحب الاستحقاق بالعبادة ثم في النهاية ليست هذه هي الأدلة فكيف وهو الشاهد على كل شيء الله أكبر إنما فقط يطعم عقلك طعمة تتفق معه ليعرف الطريق إليه في توحيد كلام جميل هذا وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيده طائفة معروفة من بني آدم أن الله هو الرب الأعلى مساء لكن الخلاف كله في أنه واحد في أنه واحد مستحق بالعبادة وليس آلهة شتى ولذلك قامت الأدلة على ذلك قالت رسلهم أفي الله يشك فاطر السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله وإذا خربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفس ما لستم ربكم فطرة داخل النفس الإنسانية لا تحتاج إلى هذا الدليل المضخب المعقد للتعريف به فإنه مركوز في نفسه واكتفت الفطرة أن يقول لهم النبي محمد لا إله إلا الله وقع هذا القول منه على فطرة موجودة فقبل من قبل وظل على أمر من ظل والنبي يقول هذا كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام الشهادة لله ببحدانية فأبواه يهودان أو ينصران ويدخل في ذلك الربوب أو يمجسان نعم وهي الأصل الربوبية يولد على الفطرة الخلاف كله مربوب لله عز وجل الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم على استحقاق الله للعباد وأن يكون واحدا ما تصور أحدا أن يكون واحدا من هؤلاء المشركين ما تصور واحدا أنه هو المستحق لعبادة دون غيره وهذا الذي أرسل الله من أجله الرسل نعم ولذلك قالوا كما ذكر القرآن وعنه ما نعبدهم إلا ليقدبون إلى الله يزيد هم يريدون أن يعبدوا ويعبدوا معه غيره وتصوروا أن عبادة غيره أقرب وسيلة إلى هذا الإله الأكبر فهم اتخذوهم أولياء وعبدوهم كي يوصلوهم إلى الله عز وجل وهذا ثابت أيضا في حديث النبي أيضا إني خلقت عبادي حنفاء يعني مائلين عن الشرك موحدين له نعم فاجتالتهم الشياطين فالأدلة الشرعية قاطبة كتاب سنة قائمة على أن الناس فطروا على توحيد الله عز وجل وأنهم عارفون به قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يبدأ بقى يدعي بالعقل إذن لذهب كل إله بما خلق مش صح كده آه صح عقوله لكن بدأ أولا إيه ما اتخذ الله من ولد ثبات التوحيد أولا ثم بعد ذلك بدأ يعمل عقولهم في هذا وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بقى لو هذا يملك جزء وهذا يملك جزء فكل أحد فض الشركة وكل أحد خذ الكون بتاعه صح وهذا غير وارد ولم يعرف به أحد ولم يقل أحد من البشرية أنه وقع بل ثبوت الكون خلقا وتدبيرا وتصريفا تعود إليه سبحانه وتعالى وأيضا قال لو كان فيهما معه آلهة كما يقولون آه إذا إنكر على إيه إنكر الشرك تعدد الآلهة إنما يدعوهم إلى أنه واحد ويقيم العقل أو أدلة العقل على أثبات هذا بس حينما أراد أن يدلل العقل بيّن له الطريق حتى لا يضل كما ظل المتكلمون بأدلة الحدوث والجواهر التي ربما لا تصل إلى حدوث الصانع فقال مثلا بعد العناء الشديد بعد العناء الشديد قال لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لو أحد طلع له كما ظل الفرعون كذبا قال يا همان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى هذه النظرة التي قال القرآن لو كان فيهما آلهة لابتغوا إلى ذي العرش كما طلع ألف لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كما يحدث هذا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ما يقولون علوا كبيرا إذن ينبغي علينا أن نعلم أن فطرية التوحيد موجودة في القلوب وأنه ليس طريقها النظر الواجب بطريقة المتكلمين وإنما دخول إليها بالتوحيد بالشهادتين والقبول على ذلك وكم ناقش القرآن فطرية هذا المعنى كما جاء في قوله ألست بربكم حين خلق عالم الظر قال لهم ألست بربكم قالوا بلى كل العوالم شاهدت له بالتوحيد قبل أن تخلق وقال لنبيه فأقم وجهك للدين يا حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليه إنما تدعوهم إلى التوحيد لا إلى الوجود وهذا مفطول في داخلهم يعرفون أن الله هو الواحد لا تبديل لخلق الله قال أيضا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أنعرفوهم وليس النظر يبقى طريق المعرفة ما جاء به الرسول هو الطريق الذي كما قال أبو الحسن أشعري رحمة الله عليه الذي ينبغي أن يصل إلى اليقين وقال سبحانه وتعالى ولقد ذاتنا في كل أمة الرسول نعبد الله نخلص من هذا أن الرسل جاءوا لدعوة الناس إلى ما يجدونه في فطرهم نعم ولهذا فكان كلام الرسل الذي مؤكد لما يجد الناس في فطرهم الذي أريد أن أصل إليه في هذه المسألة أن هذا التوحيد ما ينبغي أن يجله أحد بناء على هذه السؤولة أما توحيد المتكلمين فيغالوا كل أحد يبقى إنما نتعامل مع توحيد معقد لا يصلح لأحد إلا لطوائف المتكلمين وطريقة في الإسداد لكن القرآن جمعهم على توحيد مفطور في داخلهم فقط أن يعرف الطريقة إليه فيستدل بهذه الآثار على توحيده ليس على وجوده فيستدل بهذه الآثار على خلقه على رحمته على رعايته لخلقه على إداعه في كونه أنه لا يمكن أن يجدر ذلك إلا من الله وليس لو شريك ولا ينبغي أن يكون لو شريك ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إليه ما اتخذ ولا صاحبه وكل ذلك إنما يصب في أن الإسلام يتكلم عن توحيد فطري بداخل النفس ليست فيه تعقيدات لهذه المسألة وانطلاقا من هذا فالله عز وجل يقرر ذلك فيقول أنا ربكم الأعلى الذي ادعى فرعون أنه هو هو لما أراد شرعون أن يدعي أدعى ماذا؟ قال أنا ربكم الأعلى ظلم منه أن الرب الأعلى في السماء وهو يعرف ذلك سبحان الله ولو أن أهل النظر نظر فيما قال شرعون لقالوا بأنه كان يعرف أن الكون إلها فوقه وأنه رب الأعلى ذلك أراد أن ينكر عليه ذلك فقال لمن معه أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري إلى غير ذلك من الادعاءات التي قالت ومناظرته مع موسى المعروفة إن قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورة آلكا فأراد أن يستفزهم الأرض وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما علوة استيقنت هذا التوحيد أحقية الله بالألوهية لكنهم لما علموا جحدوا أي الذين جحدوا إيمانهم بالرسول لأنه سيدعوم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان وممن أنكر ذلك على غير فطرة الشيعيون الذين جاءوا في فطرة من الزمن لا تكتب تعرف الإنسانية أن أمة أنكرت وجود الإله أو وجود الصانع لهذا الكون حتى أنكروا كل ذلك بمخالفة لما عليه أهل العقول من كافة الأمم ولم يكن يسبقهم إلى تلك المقالة شيء على الإطلاق بهذه المعاني ولا بتلك الألفاظ وكان هذا الإلحاد هو الطريق إلى مثل هذه الأمور فانطلاقا من تلك القواعد ندرك حتى نضع أيدي إخواننا على المسألة أنه ليس هناك أول واجب على الخلق يسمى بالنظر فهذا القول قول لا يتفق عليه أحد من السلف وليس مرقوزا في الفطرة الإنسانية ولا نكاد نجد دليلا عليه يدل على معناه أو يقيم دليلا على أحقياته بنظر خاصة بعد أن استعرضنا علماء من المتكلمين وعلماء من السلف رضوان الله عليهم يشهدون بأن مقالة المتكلمين وطريقتهم في الاستدلال ليست هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يصير الناس لها لا في الربوبية ولا في الألوهية يعني لا هو طريق يثبت الألوهية ولا هو طريق يثبت الربوبية وإنما تنكب الطريق وأن الإجماع منعقد ليس كما قال الجويني أن الإماء نعقد عن الأول أول واجبا على الخلق والنظر لكن الإجماع ثبت لدينا في مقالة الدلمنذر ومقالة غيره من الأئمة كالخطاب وغيرهم على أن الخلائق من المسلمين الموحدين المنصفين المجتمعين على طرائق السلف قائمة على هذا المعنى وهو أن معرفة الله تأتي باتباع رسله والوقوف على ما أوقفتهم عليه دلائل النظر في الكون على توحيد الله وليس على إثبات الوجود فليس معلوما لدى السلف هذه المقالة على إطلاقها وقد تكلمنا في ذلك من مقالات من كافة الطواف من المتصوفة ومن الأشاعر ومن علماء السلف ومن الكتاب ومن السنة وما جاءت به الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينا أن هذه المقالات دائما أو مقالة هؤلاء دائما تثبت أو تتكلم في مقام إثبات الوجود ولم تتكلم في إثبات الألوهية مقالاتهم كلها في إثبات الوجود ولم يتطرقوا في إثبات الألوهية مع إن القرآن حين جاء إنما جاء لإثبات الألوهية لإثبات الألوهية لأن قضية الوبوبية فطرية ومعلومة لدى هذه الأمة سلفا وخالفا بلو الأمم والقرآن لم يكن نناقش مشرق العرب فيها على الإطلاق كما بينا نأتي إلى مبحث بسيط في هذه المسألة إذن الخلاصة لا يوجد واجب على المكلفين يسمى النظر وإنما الشهادة أول واجب على المكلف هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بها يدخل الإسلام وبإنكارها يخرج من الإسلام وهي التي دعا إليها النبي الصحابة والوفود والقبائل والعرب والأعاجب وكان يعصم الدم بها ويقاتل عليها فينبغي أن تكون هي مقدمة الواجبات وهي أول واجب على المكلف ولا يعتد بإسلام حتى ينطق بها فإن لم ينطق بها فلا إسلام له حتى ولو كان مسلما في بطنه ويعامل على الإسلام من نطق بها ولا يعامل على الإسلام من لم ينطق بها وإن أتى بأعمال الإسلام فلا قيمة لها إلا بداية من ذلك هذا يدعونا إلى مبحث بسيط يتكلم فيه كثير من الناس بعد الأوروبية وتوضيح معنى الإلهية الفرق بين الرب والإله نعم ما الفرق بين الرب والإله نعم نقول كل منهما مستلزم للآخر وحينما نتكلم في المعاني لا نعني ذلك التفريق في الذات وإنما فقط استدلال المعاني على الاستحقاق اللفظ هذا اللفظ يعني كذا في لغة العرب والقرآن نذل بهذه اللغة وتعامل بها فتكلم عن الربوبية وتكلم عن الإلهية وفقا لما تعرف العرب من مضمون هذا اللفظ وما مضمون هذا اللفظ والله له هذا وله هذا حتى يعرف أننا نتكلم عن توحيد مختلف وأقسام وأنواع تبقى لتقاسيم أهل الفنون وإنما عن أوصاف ألفاظها مختلفة والموصوف بها واحد والله فالرب فالاسم الأول هو الإله رب أو الرب أو الإله فالإله كما بينا يتضمن العبودية العبادة كما قال ابن سيدة وكما قال ابن عباس رضي الله عنه غاية العبد ومصيره ومنتهاه هو الله وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله وهو عبادة الله والاسم الثاني وهو الرب يتضمن الخلق أن الله الذي خلقه وأن الذي ربيه هو الله وأن الذي يرعاه هو الله والثاني يدخل في الأول والأول يدخل في الثاني وكل منهما مستلزم لصاحبه نفسر لبز الرب نفسر هذا الكلام نعم ليتضح إن شاء الله لطلبة العلم ليس الرب شيئا والإله شيئا وإنما هي أسماء وأوصاف لذات واحدة حتى لا نصل إلى التفريق الذي يؤدي إلى تعدد الموصوف فالرب هو الإله والإله هو الرب وإنما التفريق في مقتضيات اللفظ نعم أن هذا اللفظ يعني كذا وأن هذا اللفظ يعني كذا وكثرة الأوصاف والأسماء الدلالة على عظم المسمى والموصوف بها سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فالرب يتضمن الخلق الوصف بالخلق التدبير والرزق والرعاية وغير ذلك من هذه الأمور والإله يتضمن المعبود الذي استحق العبادة وحده سبحانه وتعالى ولكن إذا افترق ونستطيع ونستطيع أن نعبر عن العبادة بالرب ونعبر عن الخلق بالإله بمعنى لأن كل منهما متضمن للآخر تعال معي يقول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن الكفر هذا معناه عدم استحقاق لا يعترف لله بالعبادة يبقى خاص بالأولوية ولكن ماذا استخدم القرآن في اللفظ الرحمن قل هو ربي وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لو كانت المسألة مختلفة وأن لفظ الإله لا يدخل في معنى الرب والرب لا يدخل في معنى الإله لقال هو الله لكن دللك على أن الوصف متداخل لأنهم لم يكفروا بالرب صح كده لا قل هو ربي دلالة على أن الرب هو الإله والإله هو الرب فلو كفر بالرب فلو أثبت الرب وكفر بالإله ما وحد ولو كفر بالرب وأثبت الإله ما وحد أي لو كفر بالألوهية وأقر بالربوبي لم يقبل منه هذا الإيمان ولو أقر بالألوهية ولم يقر بالربوبي لم يقبل منه هذا معنى تضامن كل من هما للآخر والقرآن يستعمل لفظ الرب في مواطن الإله ولفظ الإله في مواطن الرب الخلق ده إيه؟ ربوبية ربوبية ليقولن الله ليبين للموحد أن هذين الوصفين متلازمان يدل كل منهما على الآخر يدل كل منهما ليه؟ يدل كل منهما على الآخر لكن إذا أردنا المعاني اللغوية كل منهما يختلف عن الآخر في الدلالة لكن في مقام التوحيد الشيء واحد أقروا بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض فاستخدموا لفظة الألوهية في الخلق نعم ورغم ذلك كفروا بالله عز وجل أي أنهم لم يقروا به إلها أي نعم واحدا لا شريكا نعم وقال تعالى أيضا دعوة الرسل أنهم أمروا الناس جميعا بالعبادة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغ ما لكم من إله غير ما لكم من إله إيه؟ كل نبي قال لقوم خير كل نبي قال لقوم ذلك وإلى عادة أقبودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غير ولا يفهموا دقام صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره فأمرهم بالعبادة فعال لترى استخدام القرآن للفظ الربوبية في مقام العبادة هذا ليبين على أن كل من هما مستلزم للآخر ليس الربوبية شيء والألوهية شيء مختلف ولن يقبل الله من أحد أحدهما ولكن هما معنا تقرب الألوهية والربوبية وتوحد الله عز وجل في العبادة في سورة البقرة في الربع الأول منها يا أيها الناس اعبدوا مين؟ ربكم طيب العبادة دي مستلزم الألوهية لكن نص عليها بالربوبية لعتى نبين الإخواننا الدارسين أنه وإن تكلمنا في أن الله واحد في ربوية واحد في ربوية ليس هذا تقسيما بحيث أن كل من هما منفردا تماما بالوصف والذات عن غيره وإلى لو قلنا ذلك لا خالفنا نص القرآن في الإسلام فالإله مستلزم للرب والرب مستلزم مستلزم لله لكن من حيث المعنى الربوبية خلق وتدبير وتصريب الإلهية عبادة وحب وخضوع وذل يعني إذا اجتمع فترق وإذا افترق اجتمع لا ممكن أن نقول هذا نعم لكن من حيث المعنى وليس من حيث الدلالة الدلالة دلالة واحد دلالة على التوحيد كلهم واحد فيقرار الخلق بالله من جهة الربوية أسبق من إقرارهم بها من جهة الوهية كل ناس يعرف أن لهم رب لكن الإله جاء بها الأنبياء حتى يتمموا التوحيد فالناس وإن عرفوا الرب حتى وإن كانت اختلطت عليهم في أنهم متصاولوا الرب في شجر أو حجر أو غسل إلا أنهم يعرفون فيه رب ووجود رب لكن جاءت الأنبياء لتكمل التوحيد بمعرفة الإله المستحق إيه؟ المستحق للعبادة وبناء على ذلك تكلم القرآن معهم هذا الواجب الذي ينبغي أن يتكلموا فيه وأن يؤمنوا به ولن يقبل منهم إلا ذلك لا يقبل منهم إلا هذا المعنى إذن هذا هو الفرق بين لفظ الإله والرب نعم طيب إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة وليس عبادة الله إفراد الله بالعبادة لأننا قلنا عبادة الله عز وجل قام مع لغة العرب أن يعبد أو يعبد معه غيره كما قالت العرب ما نعبدهم إلا ليقربون لله يزول فلهم عباده كانوا يذبحوا لها الأصلاب ويدعونها يتضرعون إليها ويقدسونها ويجلونها ويصلون إليها فعندما تقول التوحيد هو عبادة الله لا هو إفراد الله لأن قولك عبادة الله لا تمنع عبادة غيره كما يقول أهل اللغة إنما إذا أردت أن تمنع عبادة غيره تقول الألوهية إفراد الله والتوجه إليه بها وهذا معنى لا إله إلا الله وهذا معنى لا إله إلا الله الذي تكلمنا فيه وانعقدت المقالة فيه على هذا المعنى من إثبات أن الله سبحانه وتعالى المستحق بالعبادة له أنه خلق ورزق وهو الذي يدبر وهو الذي يتصرف في هذه الأمور فكان منزل التوحيد الألوهية من التوحيد منزلة الرأس من الجسد منزلة توحيد الألوهية من التوحيد كمنزلة الرأس من من الجسد فلا يقبل جسد بغير رأس ولذلك يقول بعضهم في توحيد الألوهية وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا يدعون إليه إيه؟ أولا كما ثبت ذلك في دعوتي الرسل جميعا إلى توحيد الله عز وجل بمعنى إفراده بالعبادة وإلا لو لم يكن كذلك ما أنكر العرب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي أنكروه عليه أن يقول لهم إني أعبد الله وحده ومعزين يعبدوا هذا كان ممكن الوعد يعبدوا الله تورحشوا عند مناه وكانوا يخصصون لكل إله مزية خاصة عن غيره ومع ذلك يعبدون الله عز وجل نعم ولكن يشركون معه غيره وفي ذلك قال القرآن وما يؤمن أكثر بالله إلا هم هذا الذي وقعوا فيه من الشرك أنهم أشركوا مع الله غيره فتوحيد الألوهية قائم على هذا المعنى وهو معرفة الإله الرب معرفة صحيحة هي التي دعا إليها الرسل وهي التي ينبغي أن يقدر بها كل الخلائق مع إفراده سبحانه وتعالى بالربوية وإفراده بالإلهية وليس غير مستحق لذلك نعم أحسن الله إليك إذن يعني فرقنا بين لفظ الإله والرب وأوضحنا كل ما يحتوي كل لفظ منهما على المعنى من المعيني وبهذا نكون قد عرفنا الألوهية وفهمناها فهما جيدا وعلمنا أن أول واجب على المكلفين هو التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة نعم وقول لا إله إلا الله أو قول الشهادة الشهادتان ويعني ذكرنا الرد رد علماء السلف وعلماء حتى المتكلمين ردهم على من قالوا وزعموا أن أول واجب على المكلفين هو النظر نعم ننتقل الآن إلى تعريف كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة التوحيد إثبات ونفي لا يجتمع التوحيد إلا بهما لا إله ومعنى نفي الألوهية بداية وأن أحدا لا يمكن أن يدعيها نعم ثم يأتي الاستثناء في أحقية للدعاء لله إلا الله يعني كل مدعي للألوهية ساقط دعوات ويبقى الله وحده سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن تصير إليه الخلائق بهذا البعنى فهو أسلوب حصر وقصر عندما يقول العبد أشهد الشهادة هي عيان مع أنه لم يعاين لكن لما ثبت له بالدلائل القاطعة والأخبار الصاطعة والمعجزات الباهرة على أيدي النبوة أن النبي فيما يخبر يخبر عن الله فكأنه شاهد ما شاهده رسول الله فيبدأ بهذه الشهادة وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر على أمل لقائبكم إن شاء الله في القادم نكمل قية البباحث في قضية توحيد الألوهية إن شاء الله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عامر بيسل أستاذ العقيدة في جامعة الأسهر شكر الله لكم جزيكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم مشاهدين الكرام وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه هو قرى بزدني علما كرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه هو قرى بزدني علما هو قرى بزدني علما ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة